محتاج تكسب المباردي انت يعني مش عايزة اقول كلمة لازم تكسب تلازم تعمل ماتش كويس قوي ولازم تكسب يعني ما فيهاش كلام انا مش عايزة اقول برضو ان انت لازم يعني اتمنى ان احنا نكسب بسكور لان انت بحتاج تدي جماهيرك قبل ما تدي لنفسك كمان دفع معنوية كبيرة وثقة كبيرة انت بحتاج تدي كمان جماهيرك دفع معنوية قبل ماتش السوبر يعني انا محتاجة اتطمن انا اتطمنت شوية في اول مباردي في ضربة البدال الموسم ولكن انا محتاجة اتطمن اكتر في المباراة اللي جاية على ماتش السوبر انا لو انت اكسبت الماتش الجاي فانا هتطمن انك انت معنوياتك مرتفعة الحمد لله الدنيا ماشى في شكل كويس نتائجك ايجابية عندك اسرار عندك عزيمة داخل موسم مليان تحديات مليان بطولات فانت لما تروح ان شاء الله ماتش السوبر ما يبقاش بس اداء عظيم لأتمنى كمان انه طبعا يكون بنتيجة عظيمة ولكن ده هيحصل بعناصر كتير جدا او بحاجات كتير جدا تحصل قبلها منها انك انت تبقى معنوياتك مرتفعة من خلال ضربة البداية بتاعتك في الكنفدرالية الافريقية يعني اعتقد ان انت لو رحت وانت خسران او انت متعادل او انت سيناريوهاتك مش افضل حاجة الدنيا مش تبقى افضل حاجة بالنسبة لك او انت معنوياتك مش تبقى افضل حاجة فما ننساش انك انت لازم تكون معنوياتك مرتفعة لازم تبقى ولازم تخلي بالك كمان من الاصابات يعني لازم تاخد كل ما حذيرك في المباراة دي ولازم تبقى عارف ان المباراة دول هم بروفة قوية جدا لماتش السوبر وجماهير نادي الزمالك كلها منتظرة ماتش السوبر طبعا المدير الفني غيرنا تفكيره غيرنا احنا ممكن نفكر في مباراة السوبر عايزين ماتش ببطولة ولكن هو بيفكر في مباراة الشرطة الكيني عايز يكسبها مباراة على ارضك بالنسبة له طبعا هي مباراة في المتناول اسهل على ارضك عوامل الجو اسهل متعود عليها ظروفها افضل مليون مرة من المباراة اللي كانت في كينيا بس هي بالنسبة له برضو خطوة او هو بيمشي ماتش بماتش على عكسنا احنا او على عكس تفكيرنا هو مدير فني بيفكر ليه حسابات تانية وليه تفكير تانية احنا تفكيرنا ماتش ببطولة ان شاء الله يوم 27 سبتمبر ولكن هو طبعا تفكيره في ماتش الشرطة الكيني لكن طبعا كل التوفيق اللي فريقنا في مواجهة الشرطة الكيني مباراة انا شايف انها ان شاء الله في المتناول وشايف ان شاء الله بالسكواد موجود مع مستر جومز قادرين ان شاء الله ان هم يعدوا عقبة او يعدوا مشوار الشرطة الكيني بسهولة جدا مع المجموعة الموجودة بخبرات اللعيبة وفرصة كمان انك انت تجاهز لعبتك كمان لمباراة الاهلي بصوا يمكن واحدة من الحاجات اللي انا ممكن بقاش قادرة احددها هي فكرة الصفقات الجديدة هل مستر جومز هيلعب الماتش السوبر وهيدخل بعض العناصر الجديدة او الصفقات الجديدة ولا هيكتفي انه عمل بروفتين بمواجهتين الشرطة الكيني هو ده السكواد اللي اعتمد عليه وهيدخل عناصر قليلة بس من اللعيبة انا فعلا ما عنديش معلومة بمواجهة الاهلي هتبقى عاملة ازاي ولكن اعتقد ممكن يبقى فيه بس يعني تغيير بسيط بس في تشكيلة المباراة ولكن الاكيد ان الماتشين دول هيبقى فرصة كبيرة جدا 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 عشان يجهز لعبته والماتشين دول فرصة كويسة جدا كمان للعيبة الكبار بقى والدفع المعنوية كمان انهم يدوها كمان للعيبة اللي ممكن تشارك ان شاء الله في ماتش السوبر المنضمن حديثا يعني اللي منهم هيشارك هيبقى يعني اللعيبة الكبيرة كمان يبقى عليها دور شكبالة عمر جابر زيزو عبدالله السعيد اشوف كمان ناصر ماهر كل اللعيبة داع فكرة يبقى عليها دور ان شاء الله الفترة اللي جاية لطوال الموسم كمان